المعالي أعضاء البرلمان العربي تترسخ يوما بعد يوم خدمة لأمتنا العربية وشعبها العزيز الحضور الكريم لقد شهدت المنطقة خلال الأيام الماضية مرحلة خطيرة من التصعيد بسبب الانتهاكات بمنهجة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال والتي نحملها المسؤولي الكاملة عما آلت إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة عدوانها الغاشم المستمر ضد الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها اليومية لحرمة المسجد الأخصى وأعمال العنف والغث والاعتقال بحق المدنيين والاستمرار في السياسات الاستيضانية وهي الانتهاكات التي حذرنا منها أمراراً وتكراراً وكدنا أنها ستؤدي حتماً إلى تفجر الأوضاع في المنطقة ولكن لم يسمع أحد وقد تمادت سلطات الاحتلال في قيامها بشن حرب إبادة جماعية مفتوحة تقوم خلالها بغصف حمجي للأحياء والمدن فضلاً عن تعمد استهداف المدنيين في قطاع غزة وتدمير البنية التحتية مما أسفر عن سقوط المآت من الشهاداء وآلاف الجرحة بينهم عدد كبير من النساء والشيوخ والأطفال الأبرياء كما أن أسرار سلطات الاحتلال على التهجير القصري لسكان قطاع غزة مطالبتهم بمقادرة منازلهم والاتجاه جنوباً وتهديد حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وعوائلهم وغطع الماء والكهرباء والخدمات عنهم هي جرام حرب من الدرجة الأولى تعكس أقصى درجات استخفاف سلطة الاحتلال بقواعد القانون الدولي ولا شك أن حالة الصمت الدولي المخزي تجاه هذه الجرائم والسياسات الهمجية لا تقل سوءاً عما تقوم به سلطات الاحتلال ورسالتنا اليوم للدول التي تسابقت في تقديم الدعم الأعمى لسلطة الاحتلال وهي أنكم تدمرون المنطقة بأكملها ولا تعبؤون بالتداعيات الكارثية المترتبة على ما يحدث الآن لقد آن للمجتمع الدولي أن يستفيق من غفلته التي استمرت نحو سبعة عقود تجاه القضية الفلسطينية وأن يضع حداً لانتهاكات سلطات الاحتلال لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأن يعيد الحقوق إلى أصحابها وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس مؤكدين أن ذلك هو السبيل الأمثل لتحقيق الأمر واستقلاف المنطقة للجميع أن قضية فلسطين تتجذر في عقل ووجدان كل إنسان عربي وتفرض علينا جميعاً التضامن التام مع شقائنا الفلسطينيين في هذه اللحظة الفارغة التي تمر بها القضية الفلسطينية التي ستظل قضيتنا الأولى والمركزية التي توحد العرب جميعاً مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والحاسم الوقف حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال ورفع الحصار الجائر على قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الطبية والغذائية فوراً إلى القطاع ولا شك أن التضحيات التي قدمها ابناء الشعب الفلسطيني في مواجهة عنف وغطرست آلة الحرب اللقاشمة للقوة القائمة بالاحتلال يثبت للعالم مجدداً أن عزيمة وراذة الصاحب الحق لن تنكسر أبداً وأن سياسات القتل والتدمير والتهجير لن تنجح في إخضاع الشعب الفلسطيني وإنما ستزيد إصراراً في الدفاع عن حقوقها المشروعة وهنا أتوجه بإسمكم جميعاً بالتحية إجلال وأكبار إلى أخواننا في دولة فلسطين الذين يخوضون معركة وجود دفاعاً عن هويتهم وأرضهم ومقدساتهم الحضور الكريم على الصعيد الأزمات القائمة في منطقتنا العربية فأن البرلمان العربي يدعم بكل قوة كافة المساعي العربية والدولية التي تهدف إلى إيجاد حل سياسي نهائي وشامل الأزمة اليمنية بما يحافظ على وحدة اليمن وسيادته ويدين في الوقت ذاته استمرار منيشال حوثي في انتهاكتها وجرائمها التي تعرق الجهود تحقيق السلام وفي إطار التطورات التي تشهدها دولة ليبيا ندعو أشقاءنا الليبيين إلى أعلاء المصلحة الوطنية العليا للشعب الليبي والمضي قدمة نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية واستكمال الاستحقاغات التي تقود إلى تحقيق الأمن والاستغرار في كافة نحاء البلاد وفي جمهورية السودان الشقيقة وبعد مرور نحو ستة أشهر على الأزمة القائمة فأن نؤكد على ضرورة أن يكون للدول العربي دور أكبر في حال هذه الأزمة الخطيرة بما يحافظ على وحدة التراب السوداني ووحدة الجيش السوداني ومقدرات شعبه العزيز مثمنين المساعدات التي تقدمها العديد من الدول العربية لشقانة في السودان ونطالب المؤسسات الدولية بسرعة تقديم مساعدة الصحية والغذائية اللازمة للتخفيف من معانات الشعب السوداني لا سيما بعد أن غرب النظام الصحي في السودان على الانهيار بسبب طول أمد الأزمة الحالية الحضور الكريم تعرضت بعض الدول العربي خلال فترة الأخيرة لكوارث طبيعي راح ضحيتها الماءات من الأفراد وفي هذا السياق نعزي باسمكم جميعا مملكة مغربية قيادة وشعبا في ضحايا الززال المدمر الذي ضرب عددا من الأقالي والمدن المغربية وأسفر عن سقوط ماءات الضحايا كما نعزي دولة ليبيا قيادة وشعبا في ضحايا الفيضانات الكارثية التي سهدتها مأخرا والتي أدت إلى آلاف الضحايا ونعزي كذلك جمهورية العراق قيادة وشعبا في ضحايا حادث الحريق الذي يسفر عن سقوط ماءات الضحايا وبالطبع نعزي شعبنا الفلسطيني وأممتنا العربية في الشهاداء الذين سقطوا منذ بداية العدوان الغاشم الذي تشنه سلطات الاحتلال على قطاع غزة ولو يفتنا أن نعزي مملكة البحرين قيادة وشعبا في شهاداء الواجب خلال تأديتهم دورهم الوطني المقدس ضمن قوات التحالف العربي المشارك في اليمن واسمحوا لي أن نقف دقيقة حتى على الارواح كلها على الضحايا الذين فقدناهم آخرا الحضور الكريم في إطار بعض التطورات الإيجابية التي تشهدها بعض الدول العربية وسط هذه الأزمات المتلاحقة فأننا نهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا بنجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي جرت مأخرا والتي تمثل خطوة جديدة في ترسيخ دعاء تجربة دمغراطية الإماراتية كما نهنئ المملكة المغربية قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا من أسابة اختيارها ضمن الدول المشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم لعام 2030 والذي يمثل إنجاز عربي جديد في هذا المجال ونؤكد على الدعم التام للملف المملكة العربية السعودية في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034 واثقين من قدرة المملكة على أن تبهر العالم من خلال تنظيمها لهذا الحدث العالمي والهنئ كذلك دولة قطر قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا مناسبة استضافتها وتنظيمها معرض إكسبوت دوحة 2023 للبستنة والذي يعد أول معرض دولي للبستنة يقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف تبني حلول مبتكرة للتخفيف من حدة التصحر أصحاب المعالي أعضاء البرلمان العربي الحضور الكريم مع بداية دون العقاد الجديد أتطلع بجهودكم المخلصة وإرادتكم الصادقة أن نستكمل معا ما بدأنا سويا وفق رأي استراتيجية وبخطة عمل محكمة وطموحة من أجل عمل برلماني متميز يلامس نفض الشارع العربي ويحقق ما يسبو إليه وفي الختام وجدد خالص الشكر وعظيم التغدير والامتنان لكم أصحاب المعالي أعضاء البرلمان العربي لكل ما تبذلون من جهود مخلصة في خدمة أمتنا العربية كما أتوجه بالشكر والتغدير للأمان العامة لجامعة الدول العربية لما تقدم من تسهيلات لاستضافة اجتماعات البرلمان العربي كل الشكر للأمان العامة للبرلمان العربي بغيادة سعادة الأخر المستشار كامل شعراوي لحسن تظيم أعمال هذه الجلسة والشكر موصول وسائل الإعلام كافة لتغطيتها جلسات وفعاليات البرلمان العربي داعينا الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه خير وعزة ونصرة أمتنا العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدعو سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمان العامين للبرلمانات العربية للغاء كلمة أمام أعضاء البرلمان العربي بناسبة حصول الجمعية على صفات مراقب في البرلمان العربي فليتفضل معالي السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي الموقر أصحاب السعادة الأعضاء المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني باسم جمعية الأماناء العامين للبرلمانات العربية أن أتواجد بينكم وأن أعرب عن خالص شكري وتقديري لدعوتكم الكريمة لمشاركة الجمعية في هذا الاجتماع ولموافقة برلمانكم الموقر بمنح جمعيتنا فرصة مراقب لدى البرلمان العربي متمنياً أن يتكلل اجتماعنا هذا بالنجاح والتوفيق كما لا يفوتني أن أتقدم باسم أعضاء جمعية الأماناء العامين للبرلمانات العربية بفائق الشكر وعظيم الامتنان والتغدير وإلى معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي مع فريقه الإداري بقيادة سعادة المستشار كامل الشعراوي أمين عام البرلمان العربي وبقية أعضاء البرلمان العربي على كافة جهودهم المبذولة وعملهم الدؤوب في دعم وخدمة القضايا العربية الأخوة والأخوات لقد تشرفت جمعية الأماناء العامين للبرلمانات العربية بموافقة البرلمان العربي في جلسته الرابعة من دور لانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث والمنعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في جمهورية مصر العربية بتاريخ 30 أبريل 2023 بمنح الجمعية صفة عضو مراقب لدى البرلمان العربي ونحن على ثقة بأن هذا القرار من شأنه أن يعزز علاقات التعاون البرلماني المشترك بين الجمعية والبرلمان العربي ويفتح قنوات التنسيق بينهما في مختلف المشاركات والمواقف ويسهم بفعالية في المزيد من نقاشات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفي تبادل الرأي والمشاركة حول جميع القضايا المختلفة إن جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية وفي إطار النهوض بمصالح البرلمانات العربية والتأكيد على موقفها المشترك تجاه مختلف جميع القضايا حرصت خلال الفترة السابقة على تعزيز دورها سواء من خلال المشاركات الفاعلة في مختلف المحافل البرلمانية أو التفاعل مع مختلف القضايا والموضوعات التي تخص الشأنين العربي والإسلامي وهو ما ينعكس إجاباً على البرلمانات والمجالس التشريعية والعربية والجمعية حريصة على تبادل خبراتها مع البرلمان العربي بما يصب في خدمة العمل البرلماني العربي المشترك الأخوة والأخوات الكرام نجتمع اليوم في ظل تطورات متسارعة للأحداث وتصعيد خطير تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة وجرائم بشعة ترتكب قوات الاحتلال تجاه أشقائنا الفلسطينيين والتي أسفرت عن سقوط مئات الشهداء وألاف الجرحى ودماراً غير مسبوق في البنية التحتية والمباني السكنية والمرافق العامة أمام مرأة ومسمع المجتمع الدولي الصامت وكان البرلمان العربي وجمعية الأمناء العامين قد أطلق تحذيرات متكررة من خطورة الأوضاع بالشكل الحالي وعليه نطالب المجتمع الدولي بضرورة حماية حماية الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع قزة وإمعاناً في معاقبة سكانها وعدم سماحة بفتح ممرات إنسانية لتوفير الإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية للسكان كما ندعو المجتمع الدولي إلى تطبيق القوانين والقرارات الدولية على الكيان والمحتل وفي سياق آخر نستذكر معكم الزلزال المروع الذي أصاب المقرب والفيضانات والسيول التي أصابت ليبيا في شهر سبتمبر الماضي وما خلفته الكارثتان من ألاف الضحايا بين قتلى وجرحى ومفقودين ونجدد بإسمكم جميعاً وقوفنا وتعاطفنا مع البلدين والشعبين الشقيقين كما نقدم التهنئة إلى المملكة المغربية الشقيقة لفوزها بشرف استضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع أسبانيا والبرتغال لتكون ثاني دولة عربية تستضيف هذا الحدث الكبير بعد دولة قطر مؤكدين ثقتنا التامة بإمكانات المغرب وقدراتها الكبيرة على استضافة نسخة مثالية أخرى وفي الإطار ذاته نشيد بإعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة رسمياً ترشحها لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 ونعرب عن ثقتنا التامة أيضاً بأنها سوف تكون ثالث دولة عربية تستضيف المونديال إن شاء الله لما تتمتع به إمكانيات عالية لاستضافة مثل هذه الفعاليات العالمية ونؤكد إن الجمعية بمشاركة البرلمان العربي ستبذل كافة إمكانتها ودعمها للبلدين الشقيقين وفي الختام أجدد الشكر والتقدير لكم على دعوتنا للمشاركة في هذا الاجتماع متمنياً لكم التوفيق والاجتماعان الخروج بنتائج مثمرة وتحقيق الأهداف التي وضعناها بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضل سعاد المستشار سعاد الأمينة تفضل معللنا بمحمد شكراً للأخ الرئيس لدي مقترح أرى من وجهة نظري وأعتقد أنه اقتراح يجب أن يتم الموافقة عليه فتسمح لي أتلوه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين معالي رئيس البرلمان العربي الأخوات والأخوة عضاء البرلمان العربي نظراً لما تشهده الساحة الفلسطينية من تصعيد خطير ومتسارع وفي ظل الانتهاكات الصارخة التي يمارسها الكيان الصهيوني القاصب منها جرائم حرب وقتل ودمار وإبادة جماعية وحصار جائر والذي يخالف كافة القوانين والقرارات والأعراف الدولية اتجاه فلسطين وخاصة قزة وشعبها الأبي الذي سطر بأحرف من ذهب أسمى معاني التضحية والولاء للأرض والوطن لذا فإننا كممثلين لمجلس الأمة في البرلمان العربي لمجلس الأمة الكويتي في البرلمان العربي نبدي رقبتنا بأن تعقد هذه الجلسة تحت عنوان التضامن مع قزة مساندة ودعماً وتأييداً لدولة فلسطين وشعبها الحر البطل اللهم كن لأهل فلسطين عوناً ونصراً وبدل خوفهم أمناً اللهم أحرص أهل فلسطين وثبت أقدامهم وأنصرهم شكراً لأخير رئيس يتفضل صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي بتسلم درع جمعية الأمناء العامين للبرلمانة العربية فليتفضل معالي ترجمة نانسي قنقر 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 أصحاب المعالي نؤكد لكم بأن البرلمان العربي يدعم كل الجمعيات والمؤسسات العمل العربي المشترك وندعم كل الجهود الرامية لخدمة المصلحة العربية ونقدم خالص الشكر والتقدير لسعادة الأخذ الدكتور ناصر الفضالة رئيس جمعية المعالي العامين بالبرلمانة العربية على جهوده وحضوره لجلستنا اليوم تفضل سعادة المعالي العام بتلاوة البند التالي البند الثاني اعتماد مشروع جدول الأعمال وفقا لنص المادة 58 من النظام الداخلي أصحاب المعالي ووزع على معاليكم مشروع جدول الأعمال فهل هناك أي ملاحظة علي إذن يعتمد جدول الأعمال تفضل سعادة الأمي العام بتلاوة البند التالي البند السالث الاعتزارات والغياب اعتزر من حضم أدور الجلسة أصحاب المعالي الآتية أسمائهم إحسان برقات أحمد عبدالله جابوري اليخير سيد المختار جيناب صام بكورك حميد الناصري خليل عطية سعيد بن هلال السعدي شذا النقبي صالح عوض ناصر فهمي الزعرير كايد شحاذة الغول محمد الأمين مولود محمد اليماحي محمد خوان محمد عبد الرحمن الصبار مونة الخليلي مهدي عبد السلام يوسف رحمانية يتفضى سعادة الأمين العام بتلوات البند التالي البند الرابع التصديق على مضبطة الجلسة الخامسة من دولة الانعقاد الثالث المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة جمهورية مصر العربية بتاريخ 10 يونيو 20-23 أصحاب المعالي سبغ وانوزعت الأمانة العامة مضبطة الجلسة على معاليكم فهل هناك أي ملاحظات عليها؟ إذن يصادق على المضبطة الجلسة الخامسة بدون عقاد الثالث البند الرابع تفضى سعادة الأمين العام بتلوات البند التالي البند الخامس تقرير لجنة فلسطين أصحاب المعالي طبعاً قبل بدء المناقشة تقرير لجنة فلسطين نتمنى أن تنصب المداخلات كلها في ما يتعرض له الأخوة الأشقاء في فلسطين نتمنى وتمنى شاكراً مقدراً الابتعاد عن كل ما هو يشتت تهلاحم والتكاتف العربي في هذه الأوقات الصعبة فنتمنى أن تكون كل المداخلات تصب في دعم ومساندة ومآزرة الأخوة الفلسطينيين الآن أمان العامة الآن في هناك فيلم تم إعداد شريط بشكل سريع عن ما يتعرض له الأخوة الفلسطينيين في الفترة الأخيرة ترجمة نانسي قنقر 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 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيد الرئيس الزميلات والزملاء الحضور الكريم ضيوف البرلمان العربي أسرة الإعلام والصحافة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة نانسي قنقر اجتمعت لجنة فلسطين وناقشت مجمل النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال وهي موجودة أمامكم لكن الأهم في ذلك كله هو ما وصلت إليه في نهاية المطاف بعد نقاش طويل حول الأوضاع التي تعيشها فلسطين كاملة غزة والقدس وغيرها. البرلمان العربي التصعيد الخطير الجاري للقوة القائمة بالاحتلال إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والظفة الغربية والقدس منذ مساء يوم السبت 7 أكتوبر 2023 حيث يقوم بحرب إبادة شاملة في قطاع غزة ويستخدم كافة أدوات القوة الغاشمة مما تسبب في استشهاد ما يقرب من ألفين شهيد نصفهم من الأطفال والنساء والعدد في تزايد المقلق نتيجة القصف المتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية بدعم من دول كبرى ويستنكر البرلمان العربي استهداف المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ العزل وقصف المستشفيات والمنازل وصيارات الإسعاف والمساجد والمدارس التي يأوي إليها المدنيون والحصار الخانق لقطاع غزة بهذا الشكل اللا إنساني واستخدام الأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليا وأخلاقيا وقطع الكهرباء والمياه ومنع وصول إمدادات الطعام والغذاء والمساعدات الإنسانية والإغاثية عن قطاع غزة وبخاصة المستشفيات والمراكز الصحية معتبرا ذلك إبادة جماعية وجرائم حرب مكتملة الأركان ووصفة عار على جبين الدول الكبرى الداعمة لهذه الجريمة اللا إنسانية ويدعو إلى السماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والدواء والوقود إلى أهلنا في قطاع غزة وفتح ممرات إنسانية من خلال منظمات الأمم المتحدة ووكالة الأونروا واحترام القانون الإنساني الدولي ودعم الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين ويحذر البرلمان العربي من دعوات القوى القائمة بالاحتلال إسرائيل بالنزوح من قطاع غزة وتفريغ القطاع من سكانه لأنها كفيلة بتصفية القاضية الفلسطينية ذاتها وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا ولن نسمح بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه مرة أخرى وتكرار سيناريو النكبة ويدعو البرلمان العربي المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة في دعم جهود السلام إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري وحث القوى القائمة بالاحتلال إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له ويدعو جميع أحرار العالم المؤمنين بقيم العدالة والكرامة الإنسانية والبرلمانات الأوروبية والدولية الصديقة ومناشد الدولهم من خلال برلماناتهم أن يلتفتوا لما يحدث في فلسطين من حرب إبادة جماعية وجريمة حرب تدعمها الدول الكبرى والوقوف مع الشعب الفلسطيني في حساره وتجويعه من خلال الضغط على القوى القائمة بالاحتلال لوقف هذه الحرب ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية سياسياً واقتصادياً ومالياً ويحيي البرلمان العربي صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية بكل فصائلها في وقوفها بوجهة غيان وإرهاب القوة القائمة بالاحتلال دفاع عن وطنهم وأمنهم وقضيتهم العادلة وضد محاولات استباحة المسجد الأقصى واستهداف النساء فلسطين وأطفالها وشبابها ومحاولات الاستعلاء والتنكيل بالفلسطين من قبل المستوطنين المدعومين من جيش الاحتلال بدعم من تصريحات وزراء في حكومة اليمين الاحتلالية رغم تحذيرنا وكل التحذيرات الفلسطينية والعربية والدولية بأن كل هذه الإجراءات المتعنتة سوف تجر المنطقة إلى ساحة حرب وأن سد الأفاق الأمل أمام الشعب الفلسطيني وتحدي كرامته وإهانته هو الذي أوصل الأمور إلى من شهده الآن من أحداث متساعدة لاستعادة الحقوق إلى أصحابها وأن البديل المنطقي والسبيل الوحيد هو المقاومة وتساعدها متمثلة في طوفان الأقصى يؤكد البرلمان العربي بصفته ممثلا للشعوب العربية تضامنه الكامل ودعمه للشعب الفلسطيني الأبي ويتوجه بتحية إجلال وإكبار والتقدير لصموده وكفاحه ونضاله المتواصل لاستعادة أرضه وحقوقه الثابتة والمشروعة وفي مقدمتها حق العودة والحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس تحية مباركة من البرلمان العربي لفلسطين العزة والصمود وتوفان الأقصى طبعا كما عالجت اللجنة النقاط المدرجة كما قلت من بينها نتائج اللجنة الفرعية حول دعم الدولماسية الفلسطينية في كل المؤتمرات الدولية ثم مجموعة البيانات التي أصدرها البرلمان العربي بين الاجتماعين ثم تثمين تعيين المملكة العربية السعودية لسفيرها في فلسطين أشكركم والباب مفتوح لكم طبعا للنقاش شكرا لكم شكرا معالي الدكتور عبد الكريم أصحاب السعادة نبدأ الآن منغشة التغرير والكلمة لمعالي النائب علي زيد تفضل لا مكانك بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وأصبح وصحابه أجمعين معالي رئيس البرلمان العربي الموقر السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي السيدات السادة أعضاء البرلمان العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد اسمحوا لي في البداية أن أقتنم هذه الفرصة لأبين مقددا موقف البرلمان الجبوتي تجاه الوضاع الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن مجلس النواب الجبوتي يدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولسيامة في قطاع غزة والذي استهدف الأبرياء من النساء والأطفال والمسنين ويدعو المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد لهذه الجرائم المتواصلة ووقف القتل المستمر بحق الشعب الفلسطيني الشقيق ويحمل مجلس النواب الجبوتي القوة القائمة بالاحتلال تبعات هذا التصعيد الخطير بسبب الجرائم والانتهاكات المكررة والمنهقة التي مارسها ومزال منذ احتلاله الأراضي الفلسطينية وحتى هذه اللحظة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق والتي سمت عنها المجتمع الدولي طوال هذه السنوات موقف تعودنا نحن العرب وهو الكيل بمكيالين ورأينا كيف هب ضمير المجتمع الدولي النائم عن الجرائم التي ترتكب بحق إخوتنا الفلسطينيين ليعبر عن دعمه الكامل للمقرم الصحيوني ويعبر مجلس النواب الجبوتي عن استنكاره الشديد للجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية المحتلة ضد إخوتنا الفلسطينيين والتي تشكل اعتداء صارخا لكل القواعد والعراف القوانين الدولية ويحدر مجلس النواب من مغبة استقلال الكيان الصحيوني الغاسب والأوضاع الحالية لمواصلة جرائمه البشعة ضد الشعب الفلسطيني بما يؤدي إلى مزيد من العنف وتفجير الأوضاع في المنطقة ويجيد مجلس النواب الجبوتي بصمود الشعب الفلسطيني الأبي في مواقهة الاحتلال الصحيوني الغاسب في قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة ويشدد على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتمكنه من الحصول على حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشريف وفي الختام توجه بقزير الشكل البرلمان العربي على إقامة هذا الاجتماع الذي يأتي في الوقت المناسب آملين أن يخرج بنتائج ترقى إلى مستوى إلى مستوى تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق عاشت فلسطين حر رهابية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا معالي النائب علي معالي النائب الدكتور حنان الفتلاوي بسم الله الرحمن الرحيم شكرا سيادة الرئيس سأبدأ كلامي باغتباس جزء من كلام مرجعنا الأعلى السيد السستاني داما ظله العالي يقول إن العالم كله مدعو للوقوف في وجه هذا التوحش الفضيع ومنع التمادي قوات الاحتلال عن تنفيذ مخططاته لإلحاق مزيد من الأذى بالشعب الفلسطيني المظلوم ويقول إزالة الاحتلال عن أراضيه فلسطين المغتصبة هو السبيل الوحيد لإحلال الأمن والسلام في المنطقة إزالة الاحتلال عن أراضي فلسطين المغتصبة هو السبيل الوحيد لإحلال الأمن والسلام في المنطقة أخواني أخواتي فلسطين ليست قضية الفلسطينيين فقط فلسطين قضية كل العرب فلسطين قضية كل المسلمين فلسطين قضية كل الأحرار والشرفاء في العالم تمتزج مشاعر الفخر بهذا الشعب الصابر الشجاع نفتخر بشجاعة شبابه ونسائه وأطفاله حتى ولكن نتألم بنفس الوقت مما يحصل في غزة من تجويع وحصار وتهجير وترويع الشعب الفلسطيني أخواني يحتاج مننا الدعم الشعوب نقالت كلمتها بدعم الشعب الفلسطيني برلماناتنا قالت كلمتها بدعم الشعب الفلسطيني الإعلام الحر قالت كلمتها بدعم الشعب الفلسطيني مرجعياتنا الدينية قالت كلمتها بدعم الشعب الفلسطيني لكن ما زلنا ننتظر موقف حكوماتنا بدعم الشعب الفلسطيني مطلوب مننا أن نضغط على حكوماتنا حتى يكون هناك موقف عربي واضح وكبير أخواني لماذا تصرف ملايين الدولارات على الجيوش العربية تسلح لأجل ماذا منذ سنين هل لأجل أن نتقاتل فيما بيننا غزة اليوم تحتاج منكم الدعم بالمال والسلاح والغذاء والدواء تحتاج الدعم ولو بكلمة أخواني ولو بكلمة الدعم المعنوي مطلوب رغم أنه أضعف الإيمان نحتاج أن ندعم هذا الشعب الشجاع الباسل الذي تصدى لتحرير أراضيه ويتعرض لمجازر يوميا والآن هناك حملة تهجير كبيرة أن لم نقف جميعا بوجه هذه الحملة فستتكرر المأساة ولن نحصد إلا أتمنى أن يصدر موقف من حكوماتنا لدعم الشعب الفلسطيني وأتمنى أيضا أن يكون الموقف يرقى لمستوى الحدث أن لا نكتفي ببيانات خجولة بعض المواقف صدرت هي عبارة عن بيانات خجولة لا تسمن ولا تغني من جوع أخواني نحتاج موقف قوي لدعم الشعب الفلسطيني الكيان الغاصب أخواني يستصرخ العالم وهو على باطل يستصرخ كل العالم وهو على باطل فلماذا نصمت ونحن نؤمن بعدالة قضيتنا أتمنى أن يصدر منا موقف قوي أن نصر للمقاومة الفلسطينية والعزة للشعب الفلسطيني الثائر والحقوق ستعود إن شاء الله لأهلها ولو بعد حين الكلمة لمعالي اللواء طارق مصير أشكر معالي الرئيس السادة الزملاء الموقرين اليوم وعلى مدار الأيام الماضية عقد البرلمان العربي جلساته لمناقشة قضية العرب جميعاً وهي القضية الفلسطينية وآخر الانتهاكات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي من حصار لقطاع غزة وقطع القهرباء والمياه والغزاء والوقود عن الشعب الفلسطيني الأعزل ويعد ذلك جريمة ضد الإنسانية ومخالف للقانون الدولي الإنساني ومن هنا أؤكد على أن كل المحاولات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية وترد الشعب الفلسطيني من أرضه أمر مرفوض فالأمر اليوم رهناً بموقف عربي وإسلامي مدعوم دولياً لمواجهة الإسرائيلي وعدوانه وحماية الشعب الفلسطيني وأبنائه فالقضية الفلسطينية تمثل مؤشراً مهماً لمستوى التوتر في المنطقة فكلما استمرت حدتها واشتدت أزبتها تشهد المنطقة مزيداً من التوتر نظراً لمركزياتها لدول المنطقة اليوم أطالب المجتمع الدولي بضرورة العمل على الوقف الفوري للهجمات البربرية ضد المواطنين العزل في خطاع غزة لأن التصعيد الحالي خطيراً وتداعياته قد تطال أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وتؤثر على السلم والأمن الدوليين وأكد أن مصر لم ولن تتوانى لحظة في الدفاع عن القضية وهي من المبادئ السابتة للسياسة المصرية طوال العقود الماضية وهذا ما أكده الرئيس عفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في تصريحاته بشكل واضح وصريح بأن مصر تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في المنطقة محزراً من تصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى بل تعهد شخصي بأن أمن مصر القومي مسؤوليته الأولى مؤكداً على أنه لا تهاون أو تفريد فيه تحت أي ظرف ولا يعني هذا أن مصر يمكن أن تتخلى عن التزامها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية شكراً لحسن استمعكم الكلمة المعالي النائب إبراهيم أحمد عبدو بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صاحب المعالي رئيس البرلمان العربي المؤكر عادل عبد الرحمن العصومي أصحاب المعالي عدو البرلمان العربي المؤكرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمهورية جبوتي سيد الرئيس تتابع ببلق العميق تطورات الأوضاع في فلسطين وتحمل الاحتلال المسؤولية وقد عبرت دولتنا قلقها البالغ إذا تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحملت بلادنا جبوتي إسرائيل المسؤولية التصعيد الجاري بسبب اعتدائها المتواصل وانتهاكاتها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وآخرها الاكتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية دون تحرك من المجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد وجددت أيضاً في المجتمع الدولي من المجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد وجددت بلادنا جبوتي موقفها التابت حيال دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق تطلعاته وانيل حقوقه المشروعة كاملة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسة الشرقية سيد الرئيس لا استقرار ولا سلام مع الكيان الإسرائيلي إلا بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس طبقاً لقرارات الدولية وفق الله جميعاً إلا ما فيه الخير لشعوبنا العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكلمة الآن لمعالي الناب الشيخ علي المحروق شكراً معالي الرئيس الأخ العزيز عادي العسومي رئيس البرلمان العربي الإخوة والأخوات أصحاب المعالي الأعضاء لقد شاءت الأقدار أن ينعقد البرلمان العربي في خضم هذا الحدث المؤلم الذي يقوم به الصهائن ضد الشعب الفلسطيني العزل في غزة خاصةً وفي فلسطين عامة من تدمير للمنازل وذبح للأبرياء من الأطفال والنساء وتجويع وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان وكرامته أمام صمت القوى العظمى وتخاذل العرب له أمر يستوقب وقفة صادقة صادقة منكم لاتخاذ إجراءات عملية بالتواصل والتفاهم مع برلمانات العالم الحر وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم عن هذه الحرب المبيدة وتعزيز مواقف الشعب العربي لمساندة أهله في فلسطين وإنما قام به أبطال غزة من إجراء كان نتيجة حتمية للقهر والظلم والذل والتقويع والحصار المستمر والإهانات ولا شك بأن هذا الفعل أتى كردة فعل لتلك الأعمال ويجب على كل حر عانى من الظلم والقهر والاحتلال والاستعمار أن يحيي ويقدر ما قام به أبطال غزة وها نحن اليوم في العالم العربي والإسلامي نعيش لحظات النشوة ورد الاعتبار للخنوع والمهانة التي عانينا منها والتي أتت في ذكرى حرب العبور عام 73 التي عادت للعرب هيبتهم وثقتهم بأنفسهم واليوم يا معالي الرئيس بصفتكم ممثلين للشعب العربي فأنتم أمام مفترق طرق وأمام أمر واقع وأمام مسؤولية كبيرة أما أن يخرج هذا الاجتماع بقرارات صائبة وأما أن يكون مجلسكم عرضة للاستهزاء والسخرية من الشعب العربي الثائر ولكم الخيار فيما تختارون شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله شكرا معالي الشيخ علي المحروقي معالي النائب ممدوح الصالح بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الأخيار المتجبين معالي الرئيس ببدي كلامي بكلام الله بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في محكم كتابه العزيز أن ينصركم الله فلا غالب لكم وأن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم أتحدث إليكم اليوم معالي الرئيس معالي النواب وأنا سعيد وحزين في نفس الوقت سعيد بأن المقاومة الفلسطينية عادت لكرامتنا ولو بقليل وحزين لقتل الأبفال والنساء والشيوخ وسط خذلان دولي يعاني منه الضحايا من شعبنا في فلسطين هناك صمت مريب يكتنف جرائم الحرب التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وبحق أطفاله ونسائه وشيوخه صمت دولي ينم عن الخذلان والتخادل وينبئ عن مرحلة الإبادة الجماعية وبدلا من الاستنكار والتحرك الفوري نشهد تجاهل مخجل وتبرير مريب في هذا السياق معالي الرئيس أقف مذهول أمام جرأة وزير الكيان الصهيوني وزير الدفاع الذي يسمح لنفسه بالهجوم على الإنسانية ويصف الفلسطينيين بأنهم حيوانات بشرية هذا اللفظ المشين مع الرئيس مع الأسف يلاقي تأييد كامل من قبل دول تدعي الحرية والكرامة وتتفاخر بأنها دول دمقراطية تراعي قيم الحق والعدالة وما يثير الاستقراب معالي الرئيس هو تزويد الكيان الصهيوني المقتصب للأرض والحقوق بالأسلحة والطائرات رغم هذه الإهانة الإنسانية وفي وقت يسود فيه صمت دولي وأممي أين أخلاق الدول الأوروبية أين أخلاق الدول التي تسمى بالدول الكبرى التي تدعي الالتزام بالقيم الإنسانية وحقوق الإنسان ماذا قالت بعض هذه الدول في وجه القصف اليومي هل سمعنا منهم أي شجب أو استنكار نعم استنكروا خروج بعض المؤيدين والأنصار للقضية الفلسطينية في دولهم اعتقالات ومنع وغرامات وسجن وضرب بمسيلات الدموع أين هي اليوم هذه الدول الدموقراطية بما يحدث من عدوان غاشم وقتل وتنكيل بحق شعب أعزل وما نقوله عن الدول التي تزود الكيان الصهيوني الكيان الاحتلال بالأسلحة والطائرات والبارجات إنه لعار عليكم وعار على العالم الذي يدعي الحرية والعدالة كيف يمكن أن تستمر هذه الدول في تسليح وتمويل قوى الظلم والقهر والاستبداد هل لا يرون أنهم يشاركون في هذه الجرائم ويسهمون في تعزيز الظلم والقهر لقد انكشف الوجه القبيح لهذه الدول التي تدعي الحرية والكرامة إنهم يتجاهلون صرقات الأطفال اللي مني شوية بس شفناها على الفيديو صار صمت صارت عدنا غصة ما قدرنا نتنفس دمعتنا في عيوننا بختم معالي الرئيس بمقولة للإمام علي بن أبي طالب إذا رأيت الظالم مستمر في ظلمه فاعرف إن نهايته محتومة وإذا رأيت المظلوم مستمر في مقاومته فاعرف إن انتصاره محتوم هيهات مننا الدلة أن نقف مكتوفي الأيدي سنواصل صوتنا وصرخاتنا في البرلمان العربي أو في برلماناتنا ضد هذا الكيان الصهيوني شكرا معالي الرئيس شكرا معالي الأخ مندوح معالي الأستاذة الشادي الجمل بسم الله الرحمن الرحيم شكرا معالي الرئيس كل التحية وتقديل السيدة أعضاء البرلمان العربي أنا طبعا بسني على البيان اللي قاله الزميل القرشي وبأكد عليه ولكن أنا أنا عايزة أقول حاجة يعني يعني إحنا هنفضل لإمتى وقه الدفاع عن ما هو لا يرضي بشر ولا إسلام ولا أي ديانة من الديانات الكيان الصهيوني مخطط قديم وهو محفوظ جدا جدا تهجير الشعب الفلسطيني تمانية واربعين للمرة التانية لطمس الهوية الفلسطينية وزحفوهم على غزة وعلى مصر إحنا بنقول لحد النهاردة دولنا لن تدي الجنسية للإخوة الفلسطينيين حفاظا على القضية الفلسطينية على مستوى العالم أنا ممكن يبقى عنده جنسية مؤقتة في دولتي ولكن ما زال يحافظ على جنسيته الفلسطينية حفاظا على الهوية الفلسطينية جزء التاني اللي أنا عايز أأكد عليه حلم يحلموا اليهود بأنهم يهجروا فلسطين إحنا لن قعرب نقبل ولا قمصريين نسمح بهذا أبدا الجزء التاني أنا بسجل يعني انتناني وبأكد على كل اللي قالوا الزملاء إن التوقيت توقيت كيف ندخل المزعدات للإخوة الفلسطينيين في الظروف اللي إحنا فيها دي وأنا بقول إن مصر طول عمرها المعبر مفتوح للحالات الإنسانية والحالات الصعبة وما زال لحد النهاردة رغم الضغوط ورغم الظروف ما زال بتخش الحالات الإنسانية الصعبة للمستشفيات الجزء اللي أنا عايز أأكد عليه باسم البرلمان العربي بوجه تحية للمرأة الفلسطينية صحبة القرار الأساسي في فقدانها أغلى ما تملك أبنائها تحية للمرأة الفلسطينية السابتة القائمة اللهم ثبتها وقويها ثباتا يتهزي له كل من في الأرض ومن في السماء المرأة الفلسطينية لها التقدير وهي صحبة القضية الأساسية في الأقصى والمرابطة والدفاع عن الوطن والدفاع عن المقدسات كل التحية للمرأة الفلسطينية باسم المرأة العربية في البرلمان العربي شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم معالي الدكتور عبد السلام بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بالأمس استمعنا إلى حديث الرئيس الأمريكي ورؤساء الدول الأوروبية نحن اليوم نقول نحن مع الشعب الفلسطيني نحن مع المقاومة الفلسطينية نحن مع غزة العزة نحن مع نساء فلسطين نحن مع أطفال فلسطين نحن مع المقاومة الفلسطينية وكل فصائلها ما يحدث اليوم في غزة يا إخوة حرب إبادة حرب إبادة بكل ما تعني الكلمة ما يحدث اليوم في غزة هو إرهاب دولة يجب أن نسمي الأسماء بمسمياتها هو إرهاب دولة وإرهاب دول ما يحدث اليوم في غزة هو الطغيان وجبروت وظلم ما يحدث اليوم في غزة من قطع الكهرباء والمياه عن الشعب هذه جرائم ضد الإنسانية نحن اليوم نتساءل والشعب الفلسطيني يتساءل والشعب العربي يتساءل وين منظمات حقوق الإنسان وين العالم الحر وين الدول اللي تدعي الديمقراطية وتدعي الحضارة وتدعي حقوق الإنسان وين اليوم من الأطفال نص من قتل استشهد في فلسطين اليوم في غزة أطفال وين هؤلاء لكن نحن الرد بسيط جدا نحن نقول لهم دمروا أحرقوا أسقطوا العمارات لكن هذا لن ينفع أبدا أحرقوا كل شيء أي شيء على حسابكم لكن هذا لن يتنينا عن الصمود ولن يتنينا عن تعرير الأقصى ولن يتنينا عن استعادة فلسطين اليوم جيبوا كل العاملات الطائرات كل الصواريخ كل الدبابات فقط لسبب بسيط لأننا نحن معانا الحق لأننا نحن معانا الله سبحانه وتعالى وهو خير ونصير هذا السبب البسيط اليوم نحن الحقيقة نوجه رسالة اليوم مش وقت مش وقت بصراحة رغم أن الكلام مطلوب لرفع المعنويات لكن اليوم نوجه رسالة لكل الشعب منها الشعب العربي والشعب المسلم لا بد اليوم من إيصال كل المساعدات الطبية والغدائية للشعب الفلسطيني اليوم نوجه رسالة أيضا نرفض رفض تام تهجير الفلسطينيين لا يمكن أن يكون هناك وطن بديل الفلسطينيين إلا فلسطين لا يمكن أن نقبل بتهجير الفلسطينيين مرة أخرى هذا وهم من يعتقد أنه يستطيع أن يهجر شعب جبار كالشعب الفلسطيني أو يتعدى شعب صابر جبار كالشعب العربي لا يمكن أن يتم هذا الشيء أبدا اليوم نحن ندعو أيضا كل الشعب العربي ندعو كل الشعب العربي لإنشاء صلاديق شعبية لدعم المقاومة لدعم الفلسطينيين يجب الحقيقة أن تكون كل شخص مسؤول كل عربي مسؤول كل مسلم مسؤول اليوم أن يدافع عن القدس خلاص اليوم بان كل شيء تضعت الحقيقة حركة الأساطيل حركة الدبابات حركة الدعم هم لا يخشوا أمام الأجهزة التلفزيون يحكوا يقولوا قدام العالم أنهم هم داعمين الطغيان داعمين الظلم نحن مش قادرين نقولوا نحن داعمين الحق داعمين العدل داعمين الحقوق الإنسان داعمين ضد قتل الأطفال ضد تشريد الناس ضد انتهاك المقدسات يعني لا يمكن أن نحتحمل ظلم أكثر من هذا الظلم اللي موجود الآن اليوم أنا أخيرا حقيقة أحيي أبناء شعبي في ليبيا بالأمس خرجوا كلهم خرجوا في مدينة طرابلس بالألاف تحية لهم ونقول للشعب الفلسطيني كنا وسنبقى وسنظل كليبيين مع القضية الفلسطينية سنظل ندافع عنها بما نملك صحيح نحن نتألم اليوم ولكن قلوبنا معكم إمكانياتنا معكم نحن مع الشعب الفلسطيني شكرا والسلام عليكم معالي الأخ حسن بروثي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أولا نبارك لزملائنا الجدد وندعو الله أن يوافقهم الزملاء من دولة الكويت ندعو الله التوفيق والسداد لهم وكذلك أستثمر هذه الفرصة على الترحم على شهداء مدينة درنا في دولة ليبيا من إثر الأعصار والفيضانات وندعو الله أن يشفي الجرح وكما لا يفوتني أن أترحم على شهداء الزلزال بالمملكة المغربية وندعو الله الشفاء للجرحة وندعو الله أن يوفقهم ويحفظهم أتحدث على القضية الفلسطينية القدس أولى القبلتين القدس مسكن الأنبياء يكاد اللسان يعجز عن الحديث عن القدس قد أختلف عن بعض الزملاء سوف أتحدث ارتجالياً أو ما يمليه علي ضميري وما في قلبي وكذلك سوف لا أتحدث بالدبلوماسية المتعارف عليها أو توجيه الحديث إلى المجتمع الدولي ودول الغرب والسفارات وما أدراك المجتمع الدولي لأن نؤمن في داخلنا أن المجتمع الدولي لن يفيدنا في شيء سواء في القضية الفلسطينية أو في العرب أو فيما يتعلق بالمسلمين هذا أمر لا غبار عليه ويقول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ما لم نغير من أنفسنا ونحاول الوصول إلى حلول ودعم أنفسنا وتوحيد كلمتنا لن ينفعنا الغرب سواء خرجنا البيانات سواء تحدثنا في الإعلام سواء يعني توصلنا معهم أمر غير صحيح وسوف لن أكرر بعض المداخلات التي تحدث بها الزملاء عن مواقف البرلمانات الوطنية ومواقفها معروفة وكذلك مواقف الدول العربية ولكن نتحدث ما تمليه علينا مسؤوليتنا اليوم داخل هذا البرلمان العربي كوننا أعضاء نمثل البرلمان العربي ما قدم البرلمان العربي لفلسطين اليوم جالسين في هذه القاعة ونتحدث ونرفع الشعارات وفلسطين وما أدراك ما فلسطين والقدس إذا كان نتحدث أن البرلمان العربي لا يمكن أن يقدم شيء فهذا أمر غير صحيح وسوف حاول أن نجتهد في بعض ما يمكن تقديمه وهذا الاجتهاد المتواضع من البرلمان العربي على سبيل المثال في المحافل الدولية عندما يكون على سبيل المثال في البرلمان الدولي يتواجد الإسرائيليين في هذا المحفل الدولي ويشارك البرلمان العربي ولكن من حين إلى أخرى المفترض أن يكون عضو من دولة فلسطين يلقي كلمة باسم البرلمان العربي وتكون الكلمة فيها رسالة معنوية قوية ورد على الأقل معنوي تعبيراً على القضية الفلسطينية وإيمان البرلمان العربي بهذه القضية واتجاه الإخوة الفلسطينيين الأمر الآخر عندما يحدث حدث مثل ما حدث الآن في القدس وفي فلسطين والقصف في مدينة غزة المفترض أن يكون هناك حدث متسارع خروج إعلامي متلفز هذا أمر بسيط تكون من هيئة الرئاسة من مكتب الرئاسة خروج يدعو بعض الأعضاء إلى بيان يلقى في نفس اللحظة إلى خروج حديث إعلامي شفنا كنا تابعنا حديث السفير الفلسطيني في بريطانيا وكم لاقى هذا الحديث وهذا الحوار قيمة أكثر من البيانات البيانات ليس لها قيمة تكتب ويطلع عليها في الصفحات ولا يكون لها حتى شيء معنوي تخرج هيئة رئاسة البرلمان العربي وتتحدث وتلعن أبو إسرائيل إلى يوم الدين هذا أمر ليس بالمستحيل نتحدث على الأمر الآخر الدعم لماذا لا يدعم البرلمان العربي مادياً نقول أن القانون وأن النظام وأن النظام الأساسي والداخلي نحن من يملك تعديل النظام ويطالب البرلمان تعديل النظام مثل ما طالب البرلمان تعديل النظام في مدة هيئة الرئاسة أيهما أولى نخصص قيم مالية بنظام أن تعطى له فلسطين فلسطين مش محتاجين أن نحن نتحدث كذا أنا حتى اليوم تحدثت حاولت أني ننقل رسالة مش محتاجين كلام محتاجين فعل نطلع ونتحدث باقي تحدثنا سنوات نفتخر أننا نحن اليوم على أقل فخر لنا أن أنا مؤمن بقضية ونتحدث عنها وهي قائمة من لم أخلق على هذه الدنيا هذا شرف لي يعني قضية طالما نتحدث عنها وهي قائمة من لم قبل لا نخلق منكم في اللقاعة كلها إن قضية تقارب الخمس سبعين سنة ما أعتقدش أن فيها حد عمره خمس سبعين سنة ونتحدث عنها هذا يدل على إيماننا بها يدل على تربيتنا عليها يدل على حفاظ على ديننا وعلى قيمنا في هذه القضية الأمر الآخر يعني المفترض أن تكون هناك تنصيق وزيارة حتى مش في الظروف الحالية حتى في ظروف أخرى بأي وسيلة كانت تكون معنوية يعني شفنا البرلمان العربي ما شاء الله قايم بيدورة يزور في كافة الدول بخلاش دولة ممشا له ما أقرب غزة والقدس عن الصين لا أدري والله أنا شيء مؤلم بالنسبة لي تتحدثون على قضية فلسطينية هذا ما يمكن أن نقدم القضية الفلسطينية ونقدمون الأطفال اللي شفناها توا يموتوا وكل ما تفضل للزملاء وكما قال أخي ممدوح أقسم بالله العظيم لا عندي درة شك في كل موجدين في القاعة إن قلوبهم وقفت وتأثرت أمر لا خلافة فيه ولكن ما نحن فاعلون قدمنا شيء إذا كان فيه خطوات فاعلة حقيقية تبوا توافقوا عليها كبرلمان عربي فهذا الوقت مناسب ولا نخاف في قولة الحق لو ما تلعب لا نخايفين من المجتمع الدولي وبتقولون منظمات ومش عارف إيش وإن نرام بيراقبون وإن نحن مش عارف ندعمه في القضية الفلسطينية وندعمه في المقاومة ولا بالنسبة عن نفسي أنا ما نش متردد فيها نهائيا ندعمه في المقاومة يتابع المجتمع الدولي السفرات مش عارف إيش لا هذا كيف تدعم في المقاومة ندعم فيها أنا عندي دولة تدعم فيها قلبا وقالبا ومثل ما تفضل أخي عبدالسلام أمس مظاهرات ونؤمن بهذه القضية الصغير قبل الكبير وفي أشياء أخرى ممكن ما فيش داعي واحد يتحدث عليها حتى تقوم بها في دولتي إنها تعتبر نوع من المزايدة ومن هذا الشيء وهذا واجب أصلا وسوف نقدم كل ما نملك تجاه القضية الفلسطينية أقسم بالله العظيم لو في آلية لفتح الحدود أقسم بالله وأنا مسؤول عن كلامي وكلكم تعرفوا وضع اللي في ليبيا علينا نعم السلاح اللي في ليبيا كلنا نقلو لغزة وقاعدين مقاتلين عندنا كلهم موجودين ومتدربين لو في آلية لفتح الحدود وأنا مسؤول عن كلامي وتواصلوا معانا الشباب بتعتبروهم قوات أمنية كتائب لم تستقر ليبيا حاليا في الوضع اللي هي فيه لو في آلية لفتح الحدود سوف نقاتل في غزة ونقاتل مع أخوتنا في فلسطين أنا تحدث بما أؤمن به ولا أزايد على أحد وبالعكس أحترم كل الوجهات النظرية قد تتفضل بها لأخوة زملاء لكن كبرلمان عربي يما نقدم أشياء فعلية يما ما فيش داعي لي نعطوا في الهدايا ونعطوا في الرموز وقصة ومزاقوا في جد الأعمال جاية بتعطوا جوائز قيمتها عطوها الفلسطين ديروا لها آلية مش عيب درنا احنا في البرلمان الدولي دفعتوا ستين ألف دولار على شعار البرلمان العربي وما صارش مننا شيء ستين ألف دولار لو عطتهم لفلسطين وقاعد أشرفه كأعضاء نتفاخر به كمجلس موجودين فيه قدمنا هذا الأمر يعني هل بالإمكان نعطي البرلمان الدولي يعني اللي فيه موجودة فيه إسرائيل على خاطر نحط الشعار البرلمان العربي وما صارش منها أنا ما نطعم في حد كل الزملات تقديرا وإجلالا الحقائق اللي نحكي فيها هذه موجودة والله قلت شيء مخالف حاسبوني أنا قام مستعد للمحاسبة أستاذ الحزن ما قلت شيء مخالف بس الوقت لو سمحت شكرا يا سيدي شكرا أنه مبارك الله فيكم وأنا سامحوني إذا كان يعني انفعلت بالعكس معالي الأخ أبو صلاح وأرجو الإختصار عندنا أكثر من 15 طلب أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين السيد رئيس الجلسة السيد النواب السلام عليكم ورحمة الله أول شيء وأكد على ما سبقوني به زملائي بن حديث زملائي حول دعم بلادي للقضية الفلسطينية التي هي قضية العرب الأولى وهي قضيتنا وما يتعرض لي الشعب الفلسطيني من إبادة وقتل وتهجير على مدى 75 عام كل هذا لم يتني الشعب الفلسطيني من دفع الدماء ودفع الأرواح من أجل تحرير أرضى الذي أؤكد عليه إن اليوم الفلسطينيين لا يدفعون على فلسطين فقط الفلسطينيين يدفعون على شرف أمة وكرامتها الفلسطينيين هم خط الدفاع الأول على الأمة العربية لمواجهة المشروع الصهيوني للسيطرة على الأمة العربية من محيطها لخليجها الشعب الفلسطيني يدفع تمن دفاع عن أمة وعلينا أن نساند هذا النضال والصمود بكل الوسائل المتاحة وأعلن أو أطالب بإنشاء صناديق في كل دولنا العربية التبرعات الشعبية لدعم هذا الشعب سواء كان بالمال أو بالسلاح أو بالرجال الأخوة الأعزاء أنا لا أريد أن أطيل عليكم الذي سبقوني في الحديث من الزملاء من كافة الأقطار العربية ربما تحدثوا ما يكفي لإيصال هذه الرسائل الداعمة للشعب الفلسطيني لكن دائما علينا واجب دعم هذا النضال ودعم صمود هذا الشعب العظيم على مدى 75 عام والشعب الفلسطيني يدفع تمن عدو محتل غاشم فقط لأنه يطمع في أراضي الآخرين ستبقى فلسطين عربية وستتحرر من طغيان هؤلاء وسنتصدى بأنفسنا وأموالنا وأولادنا من أجل تحرير فلسطين شكرا لكم يا الأخوة على هذه الاستماع والاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا مع عليك على الاختصار معالي النائب عسافة بثنين شكرا معالي الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معالي الرئيس الزملاء والزملاء الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية معالي الرئيس يطيب لي الحقيقة أنهني الزملاء أنا من دولة الكويت شقيقة الذين تم أداء قسمهم اليوم كذلك مع الرئيس أنا أشارك زملائي في المملكة المغربي الشقيقة وفي الشعب المغربي الشقيق التعازي لآثار الزلزال والكارثة التي تعرض لها الشعب المغربي الشقيق وأيضا ما تعرض له الإخوة والشكاء في مدينة درنة في ليبيا وأن نحمد الله على قضاءه وقدر نسأل الله أن يتجاوز هذين البلدين هذه المحنة التي تعرض لها معالي الرئيس الإخوة والأخوات إنما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق في مدينة غزة من عدوان غاشم الأمر الذي يتطلب موقفا حازما لمواجهة هذه الكارثة فقد أكدت بلاد المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لدعوات التهجير القصري للشعب الفلسطيني الشقيق من غزة وإدانتها لاستمرار استهداف المدنيين العزل وتقوم بدور كبير لإيقاف هذا العدوان باتصالات وجهود كبيرة يقودها صاحب السموة الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة ونسأل الله أن يوفق سموه لهذه الجهود أن تصل إلى ثمار توقف هذا العدوان الغاشم إن المملكة العربية السعودية تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بسرعة التحرق لوقف كافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين ومنع حدوث كارثة إنسانية وتوفير الاحتياجات اللغاثية والدوائية اللازمة لسكان غزة لا سيما أن حرمانهم من هذه المتطلبات الأساسية للعيش الكريم يعد خرقا للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان ولميثاق الأمم المتحدة وسيتفاقم هذه الأزمة من عمق الأزمات والمعنى التي تشهدها المنطقة حاليا إننا ننطالب برفع الحصار عن الأشكال في غزة وإجلاء المصابين المدنيين والالتزام بالقوانين والعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني والدفع بعملية السلام وفقا لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 عاصمة القدس الشرقية معالي الرئيس إننا في البرلمان العربي ندين وبكل قوة تلك الأفعال الإجرامية ونطالب البرلمانيين في كل دول العالم الحر الوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة واستنكار هذا العدوان الغاشر كما أننا نرفض وبشدة انذار القوة القائمة بالاحتلال بتهجير سكان شمال غزة وإلزامهم بالتهجير الإجباري إلى جنوبها ودفعهم إلى الحدود المصرية ونطالب بموقف حازم وقويا من جميع الدول العربية والإسلامية والأصدقاء الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة ومواجهة القوة القائمة بالاحتلال وإعادة الحقوق لأصحابها والسماح بدخول الأدوة والإغاثة وعلاج الجرحى ومساعدة الأسر المنكوبة والسعي إلى الحل والسلام الدائم شكرا معالي الرئيس والسلام عليكم معالي الدكتورة أحلام شكرا معالي الرئيس أصحاب المعالي أعضاء البرلمان العربي الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنما تشهده دولة فلسطين اليوم من تصعيد في قطاع غزة أمر سافر يتحدى كل القوانين والأعراف الدولية وما نراه من تواطع من جانب المجتمع الغربي والدعم الكبير المتدفق للكيان القائم بالاحتلال شيء مؤسف تقشعر له الأبدان وتؤكد ازدواجية المعايير التي يتبناها الغرب ادخرج قادة الدول الغربية معربين عن دعمهم التام والكامل لما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال متغافلين عما ينادون به تحت دعاوي حقوق الإنسان غضين أبصارهم عن ألاف الضحايا الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق الأبي وعما يمارسه الاحتلال من تجاوزات لا يمكن لعقل بشري أن يستوعب مدى بشاعتها الحضور الكريم اسمحوا لي أن أثني على البيان الذي أصدره البرلمان العربي اليوم بشأن دولة فلسطين الأبية وأيضا اسمحوا لي أن أثني على موقف شعبي الليبي الأبي الذي خرج بالأمث في مظاهرات شعبية قوية بل إضافة على ذلك وقف ضد لقاء مسؤول من حكومته من أكبر المسؤولين في حكومة ليبيا وكان هذا اللقاء على مرأة ومسمع العالم أجمع وهذا شرف وأحب أن أشكر من هذا المبر شعبي الليبي الذي وقف ضد أكبر مسؤول في حكومته وهذا واجب أخلاقي وإنساني وديني وأقل الحق نوجهه لإخواننا الفلسطينيين نهاية أناشد باسم الأخلاق والقيم والإنسانية أن نعمل جميعا من أجل وقف النار والمجزرة المستمرة حتى هذه اللحظة شكرا لحسن الاستماع شكرا دكتورة معالي الأستاذ أنصاف بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لأخر إيسا القزة الأستاذ هزاء طبعا عبرت للجمهورية اليمنية ومجلس النواب اليمني والقواص السياسية والمدنية والفعالية الشعبية اليمنية أيضا عن إذانتها لكل الممارسات الإرهابية التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاصب بحق الشعب الفلسطيني كما نحيي أيضا الشعب اليمني المكلوم والحزين الذي خرج بالأمس في مظاهرات في كل المحافظات في عدن وفي تعز وفي مأرب وفي كل المحافظة اليمنية المعبر عن رفضه لكل هذه الممارسات ودعمه للمقاومة الفلسطينية كما نحيي المقاومة الفلسطينية الصامدة والمرابطة في قطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية وندعو الحكومات والشعوب العربية إلى دعم هذه المقاومة الفلسطينية المشروعة للدفاع عن أرضه وعرضه ندعو البرلمان العربي إلى تفعيل أدواته في الدبلوماسية البرلمانية الشعبية وهذا ما ورد في قرارات لقنة فلسطين والتي تبنت المقترح أو التوصية التي تبنها الأستاذ عساف في موضوع الدبلوماسي البرلماني الشعبية ولذلك كبرلمان عربي نطالب بضرورة الإسراع في تنفيذ هذا البرنامج وقدولته خلال هذه الفترة القصيرة وذلك لدعم لدعم الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته وتقديم الدعم السياسي والإنساني ورفع الحصار عن قطاع غزة ندعو أيضا إلى موقف عربي قوي وحازم ورافض لسياسة التهجير التي تتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي كل الأراضي أيضا الفلسطينية هناك تهجير واضح وممنهج سواء في قطاع غزة أو في القطاعات الأخرى في الضفة وغيرها هناك سياسة صهيونية إرهابية لتهجير الشعب الفلسطيني وهدم المنازل طبعا ليس غريبا ولا مفاجئا الموقف الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الداعمين لكل الممارسات الإرهابية التي يمارسها الكيان الصهيوني لذلك ينبغي لنا في البرلمان العربي وللحكومات العربية أن يكون هناك موقف عربي قوي وموحد يحمل الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي مسؤولية ما ستقول إليه الأمور في قطاع غزة من قراء دعمهم لقراء الكيان الصهيوني الإرهابية وشكراً معالي النائب عيسى النصر فضرب ورحمة شكراً سعادة الرئيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد مرت أكثر من أربع وسبعين عاماً على الصراع العربي مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين ومن مؤتمر إلى مؤتمر ومن اتفاقية إلى اتفاقية ومن قرار إلى قرار وما زالت أرض فلسطين تقتصب وما زال شعب فلسطين يقتل وما زالت مقدساتنا تدنس أن عملية طوفان الأقصى جاءت لتشفي صدور قوم مؤمنين بعد أن استباح هذا الكيان الغاصب لدماء الأبرياء ودنس المسجد الأقصى وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين على عدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم لقد أعطت عملية طوفان الأقصى درساً للصهاينة وأن السابع من أكتوبر يوماً من أيام الكرامة والمجد لأمتنا العربية وما شهدناه في وسائل الإعلام لأكبر دليل على جبن وهوان الكيان الصهيوني أمام المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني والتي أصبحت اليوم هذه المقاومة واجبة على كل عربي ومسلم ومن يشكك في ذلك فليراجع دينه وعقيدته إن ما يحدث اليوم سعادة الرئيس في غزة هو ليس دفاعاً عن النفس كما يدعيه الصهاينة بل هو إبادة جماعية لشعب عربي مسلم قزة اليوم تعيش بلا كهرباء ولا ماء ولا دواء فأين المنظمات الدولية وأين منظمات حقوق الإنسان وأين البرلمان الأوروبي الذي يكيل بمكيالين للأمة العربية اليوم وفي تحدي خطير للإنسانية وللمجتمع الدولي اليوم تهديد المستشفيات بضرورة إخلاءها لقصفها بجميع الأسلحة المحرمة دولياً وأيضاً تهجير سكان غزة الأبرياء وأنني أطالب الدول العربية وكل الشعوب العربية أن تخرج في مظاهرات بشكل يومي ضد هذا العدوان الغاشم على أهلنا في غزة وأن نفتح جميع الممرات الإنسانية عبر الحدود وبالقوة لحماية أهلنا من هذه المجازر وهذه المذابح ضد الشعب أعزل شعب عربي عانى الحصار لأكثر من خمسة عشر عاماً وما زال هذا الشعب يكابد هذا العدوان الظالم على مقدساتنا وعلى أرضنا العربية المقتصبة ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تحسب أن الله غافلاً عما يعمل الظالمون والسلام عليكم ورحمة الله معالي النائب علوي باشا فضل شكراً سيدي الرئيس الأخوة الأعضاء بداية أرحب وأبارك للزملاء الجدد العرب في البرلمان العربي وأثمن جهود لجنة القدس برئاسة الأخ رئيس البرلمان العربي وأود أن أؤكد على أننا اليوم نلتقي في هذا الاجتماع العربي وشعوبنا تتطلع إلى ما يصدر عنه كما تطلعت إلى اجتماعات أخرى عربية كانت لها مواقف جيدة ومنها اجتماع جامعة الدول العربية وما أود التأكيد عليه هنا أنه بداية يجب أن يصدر عن هذا البرلمان قرار برلماني بما تتفقون عليه لنسرة الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة ولوقف التدمير الحاصل في غزة واستهداف المدنيين والأطفال والنساء والمستشفيات هذه المسألة يجب أن تكون واضحة بقرار يصدر عن هذه الجلسة ونؤكد أن أخطر ما يدور الآن إلى جانب التدمير المروع الذي يحدث في غزة أخطر ما يدور هو عملية التهجير والتلويح بذهاب الفلسطيني إلى خارج غزة أو إلى حتى بلدان أخرى ونؤكد أن البلدان المستهدفة العربية تقف حاجز أو حائط صد عن هذه الأمة ويجب أن نقف جميعا معها وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية والأردن الشقيق كما أنني هنا أؤكد على تعهد الجمهورية اليمنية حقومة وشعبا بدعم الكضية الفلسطينية والوقوف مع الشعب الفلسطيني ومع المأساة الحاصلة الآن في قطاع غزة ونؤكد أيضا بأنه يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها الاحتلال الإسرائيلي المغتصب للأراضي الفلسطينية لست مع هذا المصطلح القوة القائمة بالاحتلال لنعود يا إخوان أخوتنا العرب في هذه القاعة الكيان الصيوني والعالم والمجتمع الدولي كنا قد يعني الأمة العربية قطعت شوطا كبير في عملية السلام ويجب أن تستمر هذه العملية لكن هم يعودونها الآن وبتوافق غربي على أن تعود إلى نقطة الصفر وهو الحديث عن تهجير كما حدث في تهجير 48 فإذا عادوا إلى نقطة الصفر دعونا نعود إلى نقطة الصفر شكرا لكم شكرا معالي النائب جامع عسكر بسم الله الرحمن الرحيم إن ما يحدث في فلسطين من تدمير وقتل الذي يرقى إلى جرام حرب بمساعدة القوى الغربية أمر يتنافى مع العراف والقانون الدولي للنساني أحيي الأم العربية التي خرجت بالآلاف بل وبالملايين في بعض العواصم العربية تأييدا للنضال الفلسطيني التحرري ضد النظام العسري الصهيوني وأدعو الدول العربية أن تغف وقفة جادة ضد آلة التدمير الصهيوني أيها الرئيس وأيها الإخوة في هذه اللحظات الحريجة التنديد لا ينفع والبكاء لا ينفع والدول العربية لديها ما يجعل الكيان الصهيوني يدفع الثمن ما يقوم به من جرائم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر تحيا فلسطين يحيا المناضلون في ساحات المقاومة في سبيل الحرية والاستقلال الفلسطيني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معالي النائب حمدان العزمي فضل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله ومن والاه بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير تحية للشعب الفلسطيني المقاوم إن ما قام به في طوفان الأقصر وردت فعل طبيعية ضدت قيان الصهيون الغاشم رسالة إلى أخوتنا في فلسطين قمتم لله والله ناصركم يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ورسالة للأمة العربية علينا القيام بواجباتنا بنصرة إخواننا في فلسطين بكل الوسائل السياسية والمساعدات الإنسانية لدعم صمودهم الأسطوري ورسالة للعالم على دول العالم الوقوف مع الضحية لا مع الجلاد ونرى مع الأسف العديد من دول العالم تقف اليوم مع إسرائيل وكأنها هي الضحية ناسين ومتناسين ما قامت به وتقوم به من اضطهاد وقهر وحصار وقطع للكهرباء والماء وكل مسلزمات الحياة عن الشعب محاصر من كل الجهات ومن تدنيس المقدسات نقول للعالم بكل ثقة إن المعادلة اليوم تغيرت على أرض فلسطين وسطرها الشعب الأبي البطل بدماء الشهداء فما بعد طوفان الأقصى ليس كما قبله وعلى إسرائيل والعالم النزول عن بروجهم العاجية فالحق الفلسطيني سيعود إلى أهله وستعود القدس فلسطين تقصف فلسطين تهجر فلسطين تقتل فلسطين تستقيث فلسطين قضية كل مسلم ما شهدناه شيء محزن ومغزي بالنسبة للأمة العربية واضح إن هناك تآمر غربي على تهجير الفلسطينيين من غزة ونطالب الدول العربية والإسلامية بفتح الحدود وإعلان الجهاد والدفاع عن أخواننا في غزة وإرجاع المسجد الأقصى وهناك من الكلمات التي كان يقولها الشباب الفلسطيني فعلاً لن نخضع وكان دائماً يرددها لن نخضع لن نخضع لن نخضع مدام لنا طفل يرضع تحية مباركة لفلسطين الصمود ومن نصر الله من عند الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معالي النائب ناظم الشبلاوي شكراً سيادة الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم السادة الرئيسة رئيسة البرلمان السادة أعضاء البرلمان العربي المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون الشعب الفلسطيني اليوم أعطى الصورة الواضحة للعالم بضعف الكيان الصهيوني الغاصب ووهن بيوتهم وكذلك وضوح وبشاعة التصرف العالمي حول القضية الفلسطينية وشجاعت أيضاً مجاهدي هذا الشعب المظلوم والرسالة الواضحة إن القضية الفلسطينية باقية حتى النصر الإمام علي عليه السلام يقول حيث سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل إنهم على الحق يا أخوان اليوم ما هي المواقف العربية التي يمكن أن نتفاخر بها في المستقبل حيث نرى الإبادة الواضحة للشعب الفلسطيني طفاء أطفالاً ونساءاً ما هو الموقف اليوم من أكتوبر من عام 73 إلى الآن المقبرة الجنود العرب ومنها العراق على الأراضي الفلسطينية فلنحتاجه الآن هو قوة المواقف وبوضوح نرى النظر بعين واحدة من القوى الاستكبارية في العالم للقضية الفلسطينية على طوال السنوات ولم تهتم لقتل الأطفال على طول السنين على مدى أكثر من 70 ولكن جل اهتمامهم تصب في نقل تعذيب الأسرى الكيان الغاصب في العملية الطوفان الأخيرة الشجاعة فأين منظماتهم الإنسانية التي صدع رؤوسنا بها أين إنسانيتهم؟ الآن أصبحت الصورة واضحة فنحتاج كلمة الحق وبالقوة كل البلدان العربية كانت وما زالت داعمة للقضية الفلسطينية ووصلت بعض الأحيان لحمل السلاح حيث العراق كان وما زال على جميع الأصعدة شعبيا نرى الملايين اليوم الأسبوع الماضي نرى الملايين نزلت إلى الشارع مطالبة بدعم القضية الفلسطينية إعلاميا وبرلمانيا وحكوميا حيث تم نقل القضية الفلسطينية لأعلى المستويات على لسان السيد رئيس وزراء في المجتمع الأوروبي الأسبوع الماضي وتحديدا في روسيا للصراحة وحيث البرلمان العربي يمثل الصوت العربي وليس فقط رؤية الحكومات العربية ونرى أن جميع الشعوب العربية الآن رافض لما يفعله الكيان الغاصب فليكن الموقف الأقوى للبرلمان العربي حيث يمكن أن تكون الحكومات في الحراجة في بعض الأحيان من المجتمع الدولي وما نحتاجه الآن وبالوجه السرعة المطالبة بوجود آلية سريعة لإيصال المساعدات وتبني هذه المبادرة من قبل البرلمان العربي ثانيا مطالبة الجامعة العربية بتوحيد موقفها حيث هي الواجهة التنفيذية لقرارات البرلمان أخواني الأعزاء فلتكن المبادرة من هذه القاعة وعلى المستويات الشخصية على الأقل بالدعم المالي والاقتصادي ومساعدة النازحين والجرحة التحية المقاومة الفلسطينية واليحي الشعب الفلسطيني وشكرا معالي الدكتور عبدالوهاب عوضة بسم الله الرحمن الرحيم شكرا للأخ رئيس الجلسة شكرا للزملاء الأعزاء في البداية يسعدني أن أتقدم باسم أبناء الشعب اليمني الذين خرجوا في الأمس بالملائين في كل المدن اليمنية من الشعب اليمنية الجريح لتقديم الدعم والمساندة إلى الشعب الفلسطيني الدبيح تحية للفلسطين الذين أعادوا في يوم السابع من أكتوبر أمجاد يوم السادس من أكتوبر من العام 1973 حين قام الجيش العربي المصري بتحطيم أسطورة خط بارليف وأسطورة الجيش الذي لا يقهر ما حصل في 7 أكتوبر الماضي لم يكن وليد اللحظة ولكنه كان نتيجة من نتائج سياسة الكهر والإضطهاد والممارسات الإجرامية اللحظة